فنانة لبنانية نبيلة قرم واحدة من الفنانات اللي اشتهروا في التمانيات بأدوار الإغراء كانت بتتمتع بملامح شرقية جزابة واعف غرامها الفنان الراحل ممضوح عبدالعليم وكانت الزوجة الأولى له لكنه أعمى انفصل عنها لتصبح حياتها مليئة بالكثير من الأسرار والقصص اتولدت الفنانة نبيلة قرم يوم 22 يونيو سنة 1954 عمرها 70 سنة حازت على درجة الليسانس في الفنون الجميلة شاركت أثناء دراستها في عدد من العروض المصرحية في المصرح الجماعي في الجامعة الأمريكية اللبنانية بدأت نبيلة قرم مسارتها الفنية سنة 1974 بعد اكتشاف مواهبتها المخرج المصرحي موريس معلوف بدأت مسارتها في عالم الدرامة المصرية واللبنانية والمغربية ومن أشهر الأفلام اللي شاركت فيها صراع الحسنوات، امرأة متمردة، ساعة البريد، اختارت حياتي، الطعنة الأخيرة اللي يعيش يما بيشوف، أحلى من الشرف مفيش حرب الفراولة، أنغام الغريب، اللعبة القذرة، الحب للحب والمرأة الأخطبون أشهر المسلسلات اللي قدمتها في حياتها الفنية دائرة الضوء وحوادث فكري أبوزة وحصاد الحب وليالي زمانها جاية ورجال في المصيادة ولا إله إلا الله ورحلة العمر وبرديس والبخلاء والإرادة والأمانة لكل الناس فوزت الفنانة نبيلة قرم من الفنانة الراحل ممضوح عبد العليم وكانت الزوجة الأولى في حياته واشترت عليها بعد علان زواجهم اعتزال التمثيل ووفقت بدون تردد وبعد ما تجوزوا رفضت الإبتعاد عن الفن وكان دا أحد أسباب انفصالهم بعد فترة زواج لم ينجب منها أي أبناء وتزيدت في الوقت دا أنبقى كثيرة أن سبب انفصالهم هو ووقعها في حب قطر بإيمان البحر درويش أعز أصدقائه في الفترة دي وتجوزوا عرفي وده اللي كشفته فأكتر من لقاء صحفي لها إلا أن درويش كان دايما ينفي الأمر بدون مبرر في دي سانات قررت الفنانة نبيلة قرم اعتزال عالم الفن وأعلنت رسميا بعد ذلك وده بسبب الصدمات والمعاكسات اللي وجهتها في حياتها الفنية خصوصا بعد منعها من دخول مصر لإتهامها قامت علاقات غير أخلاقية وبعد فتر قصيارة اتباين أن قرار منعها من دخول مصر جاء بناء على أوامر وزير داخلية صابق ليبعدها عن ابنه اللي وقع في حبها وده بيفسر سر الرفع الحظر ده عنها فوقت قصيار وترددت أنباء تفيد بزواجها سر من رجل أعمال أجنبي من أصل لبناني وقررت السفر معاه لتقيم معاه في السويد تعالى بدوام الصحة لحد هنا نكون خلصنا الفيديو قبل ما نمشي ما تنسوشوا اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل أسبكم فراية الله وقمن وحفظ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته